أكد وزير الخارجية البولندي رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن دول الأطلنطي لا تشكل أي تهديد لروسيا مشددا على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمناقشة الوضع في أوكرانيا حيث أكد رو أن باب الدبلومانسية ما زال مفتوحا لحل الأزمة مشددا في الوقت ذاتي على أن أي حل في هذا الإطار يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا بداية الرئاسة البولندية للمنظمة سعيت نحو التسوية والحوار بين الأطراف في النزاعات تولينا الرئاسة في ظل إزدياد التوتر الناتج عن مطالبة موسكو بضمانات أمنية من جانب واحد وهذه المطالب كانت تستند إلى أسس مغلوطة فدول عبر الأطلسي لا تمثل تهديدا لروسيا أو لشعب روسيا على العكس الغرب لطالما الساعة إلى إقامة إطار فعال من التعاون مع موسكو رغم تحفظاتنا